احكيلي بقى فكس كده بقى وتعنيمش مع بعض واحدة واحدة ازاي بدأت العملية دي ازاي اشتغلت على نفسك عشان تقدر تعدي المنش اول حاجة لازم اعرف عن نفسي الاول يلا انا اسمي دلوقتي السباح محمد الحسيني للعابر المنش كان اسمي السباح محمد الحسيني المراقب السباح المنش دلوقتي هتكلم عن كست كفحاتي يلا وانا عندي ست سنين بديت اضلب سباح واشتربت في بطرات كتير وانتخلت تلات بطرات دولية في غلاء تلات بطرات دولية اللي نزمها كانت الخيلة شربي وجاب كل سباحين من كل العالم لكانت خيلة شربي هو اللي نزمها وروحت كناتس وكمان في الوقت ده في الوقت ده كانت الخيلة شربي شافني ان انا سباح متميجز وشاطر اخترني اقوم بمحاولة فردية لعابر المنش وروحت كنارة سويس فرد عالم مصر وزنه تن وربح وعمت به خمسة كيلو سباحة اللي علي دي يوم افتتاح كنارة سويس الجديدة ماشي وعالم كانت وزنه تن وربح وعمت به خمسة كيلو سباحة كده رحت لمتخب مصر لبطولة عالم في اطاريا في فرنسة 2016 واشتركت في ثمان سباق اساسيين واربع تتابع وكنت اصغر وكنت اصغر سباح في بطولة دي وكانت كل يوم تدريباتي يعني عملنا معسكر مقفول في غلدقة تلت سنين بتضلب في الغلدقة كل يوم بتضلب خمس خمس ساعات في الساعة ثلاثة كيلو وبتضلب في اي وقت صبح بالليل عيس الفجر بقى بخبش بقى بخبش سواسك في المدرب كبتخلش على بيه طبق او وواسك فيه لابنا مم لغاتم عمت ها 36 كيلو طول الممش الله ايوه كان مرة اعملتهم تلت مرات في حداشر ساعة منت وصل تلت مرات اه في حداشر ساعة اه قبل مسافة بريطانيا اه سفرت بريطانيا واتمرنت في البحر طالع المرش ام اغدت على البحر المرش قبل يوم المحاولة ام كانت يوم الجمعة ام بديت المحاولة يوم الجمعة ام واحد شوية عملت 17 كيلو في سبع ساعات متوسطة وده كان عندي 17 سنة ده كانت محاولة فردية بس عملنا المرء بس عملنا تاني ها محاولة تعبول المرش تاني ام لكن معنا فريق التتابع ام كان معنا عاقة ذهنية مع عاقة حركية وسوي ام عاملين فريق التتابع هاي وقبلتنا كل صعبات زي ايه في البحر المنش زي الززال والدوامات وطيارات ابرودة المي ساعة ابرودة ابرودة المي ساعة اه والانديل الصغيرة دي صعبات هي لقبلتنا بس احنا كلنا مصمامين اللي احنا نوصل لهدفنا زي الززال ده عبارة عن ايه من البحر الشمال مع مهيط ايد اوترنتي بيجيبو زي الززال كنك بتسحبك كله تحت يا الله بس انا نقومتها بس الحمد لله وطيار لبنا عبارنا المنش ووصلنا للسائحة لفرنسي هايل كم دفق ديه بقى في مرارة دي عمناها اربعة واربعين كيلو اربعة واربعين كيلو اه فقديه دي وقت وعدنا اه دي 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 واثناشر ساعة 12 ساعة ودقتين 12 ساعة ودقتين بالزبط وعد اه قمت أربعة واربعين كيلو اه في 12 ساعة ودقتين ودقتين اه انا غالبا لما باجت مشى 400 متر يا محمد بطعب 400 متر بشاربعة واربعين كيلو قوم ده انجاز تاريخي انت فاهم فاهم انت فاهم انه انجاز تاريخي انت فاهم ان احنا كمصريين او كناس تمام وانت بتحكي الكصة دي انا متأكد الناس وها بتتفرج بتقول هو ازاي عمل كده هو ازاي قدر يعمل كده طيب انت حكيتلي كصة الكفاح وازاي اشتغلت موسيقى